كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 18 مارس 18 إيه؟ مارس ده برج الحوت 18 مارس فين يا جماعة أخر واحد تجارة الأولى أول واحد أول وراء تحت أيها مسلماني آه 18 مارس 60 ده برج الحوت ده برج الحوت والحوت السنة دي كويس آه آه عنده حس عالي جدا وعنده قدرات آه روحانية عالية أول بيحس باللي قدامه بيسمع بيسمع إحساسه عنده حدث عالي وده هخليها تماثق أو في شغل يعني السنة عشرين وواحد وعشرين بالنسبة له إيه؟ كويسة أولا فيها مكاسب؟ آه تبقى سنة كويسة رغم أنه هو مش بيفكر قوي في المكاسب قدر ما هو بيفكر في أنه يبقى مرتاح آه يعني نفسيا مرتاح مزاجين في استقرار طالما في استقرار يبقى فيه مكاسب آه لأنه داخل لا وفيه عنده طاقة مالية كويسة برض آه يعني بس هي بتيجي لوحدها يعني أساسا هو بيشتغل بمزاج آه أنا بتكلم على برج الحو أيوة خلي بالك يا جماعة يعني إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا 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 نهارده أن الدكتورة هالو أمر ما تعرفش إحنا نتكلم على مين إنتوا اللي عارفين يعني الناس اللي عادة عارف إحنا نتكلم على مين كويسة أوي كابت الحسام البدري طب ده يعني إيه ده ده كويس من نسباله أنا بترجم لك والله طب ترجم لأنه داخل على منافسات وداخل على بطولات داخل بتصفات كاس أمم وداخل بتصفات كاس عالم سنة مليئة عنده بالمباريات وأجندته مليانة لا لا هت هيأخذ قرارات كويسة أو طب كويس يصدق نفسه هو مش مصدق نفسه لا لا هو عنده طاقة روحانية عالية بسبب صوته روحاني لا لا مفروض يقف على أرض سبتة مثلا مش أنت ساعدت وولي أنا كان قلبي حاسس أنا اللي غالدت قلبي ياريتني كنت صدقت قلبي هو يصدق قلبه يعني يصدق نفسه يعني ياخد القرار من نفسه من غير ما يعني أحيانا الإحساس بيستفت قلبك يعني ما تفكر في الشهرة قررت أدي على طول القرار استفت قلبك أيها كانت الرسام بس هو أهم حاجة بس يخلي باله من صحته طيب دي حاجة مهمة جدا 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 روح لك